اشتركوا في القناة وتحديثا عن البيزا بحث عن العمل الألمانية فهنا توجد تشابهات واختلافات بين البيزا بحث عن العمل الألمانية والبرتغالية في الفيديو يوجدون فيديو كثيرون على البيزا بحث عن العمل البرتغالية لكن في هذا الموضوع سنتكلم فقط عن دولة ألمانيا وهي فيزا الجديدة البحث عن عمل ولها شروطها ومتطلبتها سنتكلم عن كيفية بحث عن هذه الفيزا كيفية طلب هذه الفيزا مالي شروط هذه الفيزا كل التفاصيل إخواني وأخواتي أنصحكم بأن تشاهدوا الفيديو من أول إلى آخره لكي لا تضيع أي معلومة كما العادة الذين هم جدد فشاركوا في هذه القناة وشاركوا الفيديو مع جميع أصدقائكم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي اضغطوا على لايك اضغطوا على جرل الجرس لكي دائما يأتيكم الجديد وإن شاء الله نبدأ في الفيديو أتباركت الله ما هي تأشيرة بحث العمل الألمانية تأشيرة الباء البحث عن عمل في ألمانيا هي تصريح إقامة طويل أجل والذي يسمح لك الباء البقاء في البلد لمدة ستة أشهر كما كان في نفس التأشيرة البرتغالية عن وظيفة وإذا وجدت مكان للعمل في نهاية الأشهر الست فسيتم منحك تأشيرة عمل ألمانية أو تصريح عمل ألماني وسيسمح لك بالعمل والعيش هناك يرجى ملاحظة أن الحصول على تأشيرة البحث عن العمل لا يسمح لك ببدء العمل على الفور في ألمانيا هذا يعني فقط أنه يمكنك زيارة البلد والبحث عن وظيفة أثناء إقامتك يعني إخواني وخواتي يقول النص يعني إن في هذا الوقت عليك أن تبحث عن العمل في هذه ستة أشهر فإذا وجدت عملا فعليك أن تذهب مباشرة إلى الوزارة المختصة بالشأن لكي تحصل على أوراق العمل لكي تستطيع البدء في تلك العمل وكما يقول النص على العكس من البعدان الأخرى ألمانيا تسمح لك بالتقدم للحصول على تأشير محدد للبحث عن عمل لذلك ستكون قادرا على دخول البلد والبحث عن وظيفة هناك بدلا من الاضطرار إلى قيام بذلك عن بعد بمجرد حصولك على تصريح يمكنك تقدم مباشرة للحصول على تصريح إقامة في أي مكتب تشجيل دون الحاجة إلى مغادرة البلد وإعداد الدخول يعني أخواني بهواتي يعني باختصار يقول لك في هذا الوقت المحدد ستة أشهر يعني نفس سنة لك الوقت الكافي للبحث عن عمل وإجادة عملك يعني في خصوصي في مجالك وبالطبيعة الحال فعليك أن تذهب إلى أي مكتب تشجيل وطلب أوراق العمل لكي تستطيع البدء في تلك العمل ما هي مميزات فيزة بحث عن عمل في ألمانيا أولا يعني ستحصل على فيزة شينغل ستسمح لك بالتنقل في كافة أوروبا في كافة دول شينغل ثانيا فيزة مدتها ستة أشهر ثالثا فرصة للبحث والحصول على عمل في ألمانيا بأشور عالية على دولة أخرى رابعا متاهة لجميع البلدان خامسا تقديم طلب آمن وفعال ما هي شروط التأشيرة أو الفيزة بغض النظر عن التأشيرة التي تتطلوها سيجب عليك تقديم جواج الصفر مصحوبا بالمستندات التالية والجواج الصفر عليها يكون ساريا المفعول في النقطة الثانية عليك استمارة الطلب المكتملة حسب الأصول إفادة موقعة بأنك على علم إحكام المادة 54 من قانون الدوام الألماني نموذج مع معلومات الاتصال الخاصة بك لتوصيل قرار الإجراء صورة بيومترية حديثة بحزم جواج الصفر للتأشيرة الألمانية نسخة من صفحة جواج الصفر التي تحتوي على بياناتك والتي تحتوي على الفيزات الأخرى نسخة من إيصال التأمين الطيب الخاص بك يجب أن يكون الحد الأدنى لتغطية 30 ألف يورو أو أن يكون صالحا في إقليم شينغين طوال مدة إقامتك في ألمانيا نسخة من شهادتك الجامعية أو شهادات التدريب المهني المعتمدة والمترجمة إلى الألمانيا باستثناء تأشيرات أوبير أن يكون لديك موارد مالية كافية مطلوب ما لا يقل عن 970 يورو عن كل شهر إقامة فتجريح حساب 49 مضروف في 6 أشهر يتم إدعوها في حساب مغلق دليل على وجود سكن لكامل إقامتك أو يكون إنسان شخص يرسل لك دعوة في منزله وليس عليك هذا المبلغ سيكون ضعيفا على هذا المبلغ سيرتك الداثية باللغة الألمانية خطاب يوضح بالتفصيل خطتك للبحث عن عمل المجلات التي تهتم بها والمواعد النهائية والشركات التي ستتوصل معها إلى آخرها بمسبة للغة شهادت معروفة مستوى الألماني بواحد ومثلا في دولتنا المغرب توجد كثير من المدارس الآن فتتحت في السنة الأخيرة في الثلاث سنوات الأخيرة توجد العديد من المدن التي لها مدارس تدرس فيها الألمانية وكاركاتين من الأصدقاء حصلوا على هذا المستوى البي واحد أو البي اثنين وهنا فقط مطلوب البي واحد يعني إنه مستوى ضعيف جدا ما هي تكلفة رسوم التأشيرة تكلفة رسوم التأشيرة في ألمانيا يعني يجب أن تدفع 75 يورو حسب الطلب ولكن هذا قد يختلف من دولة إلى أخرى ما هي مدة الانتذار مدة الانتذار تتراوح يعني بين 6 إلى 8 أسابيع يعني شهر ونسب إلى شهرين تقريبا ما هي الدول أو الجاليات التي تستطيعوا طلب هذه التأشيرة جميع الدول العامة التي تحتاجوا فيزة ألمانيا متاحة لها التقديم إخواني وخواتي لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو كما العادة إخواني وخواتي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو شاركوا هذا الفيديو مع جميع أسداءكم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي اضغطوا على اللايك اضغطوا على الجرس لجرس لقيد دائما إتكم الجديد اكتبوا التعليقات إخواني وخواتي إن شاء الله إلى حلقة جديدة في قناة أبو يوسف لوك إلى اللقاء القاصد بأرواع الألحاني وفي أرض خيرين قد مادت مسجوعة بفرائد الأقوال والتبياني نبدي الجمال على غصون بهائكم ليفوح عطر الورد والريحاني أمجاد قد أبدأت جملا خافقا ترجمة نانسي قنقر